السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبعات الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدة اليوم الإخوان ورسميا المغرب وروسيا كيحكموا في أوروبا كذلك سنشوفوا هذا الاتفاق ما بين المغرب وروسيا أزمة الغلاء في المملكة المغربية فبقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل لها المواضيع دائما كنتمنى منكم أنكم دعموا هذه القناة بالضغط على الزر إعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغري في صحرائه ولا عازاء للحاقدين عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله فعلى بركة الله سندخل الصور بالموضوع إخواني أخواتي اليوم كان واحد الاتفاق الروسي مغربي اللي سيحل أزمة الغلاء بالمملكة المغربية روسيا اللي عندها الاكتفاء الداتي عندها النفط عندها البترول غادي تجي للمغرب يعني بزاف دي المواد الروسية غادي تجي للمغرب مواد بترولية النفط غادي تتبقى صفتهم روسيا للمملكة المغربية الشريفة فهذا الفيديو غادي نشوفه بزاف دي الأمور تحول الدولية وقارية الدول اللي كانت كتبان أنها دول ضعيفة رجعت دول قوية والعكس الدول اللي كانت كتبان اللي نحنا دول قوية تحت الأرض روسيا اليوم في مواجهة خاطرة مع الغرب ومع امريكا كأن يطبقوا عليها عقوبات روسيا تقلب علي دول اخرى التي سنقضوها من هذه العقوبات لدرجة ان الغرب اليوم غلقوا لها المجال البحري لكي لا تفوت السفون ولكن روسيا ألقت الحل سوف تصفت هذه السفون على السواحل المملكة المغربية الشريفة والتي ستوجه لأسيا وبالتالي هذه السفون ستجي للمغرب وهذه المواد التي ستجي لأسيا ستجي للمغرب عبر ميناء التنجل المتوسط وسوف يفوته من مضيق جبل طارق هذا مضيق جبل طارق هو بمجب قانوني لا يقدر دول أوروبية إغلاقه أو إيقاف الملاحة البحرية فيه لماذا؟ لأنه يرتبط بالقانون الدولي لكي يسمح بحرية الملاحة فيه لذلك هو مستثني وبالتالي المغرب هو المستفيد هنا ستجي لبراميل النفط الخام للمغرب والأكثر من ذلك سيأتي بثمان أما بالنسبة لأوروبا أو الاتحاد الأوروبي اليوم ستجد المملكة المغربية الشريفة يجبها مواد من روسيا وحتى مواد من أمريكا وهذه دول قوية أمريكا تعتبر في الصحراء المغربية وروسيا إخواني أخواتي كتدعم المغرب وكان الموقع الرسمي ديال وزارة الخارجية الروسية نشر الخريطة ديال المغرب كاملة ومكمولة هاتش يصدم الأوروبيين أما بالنسبة لهاتش اللي نايد في البرلمان الأوروبي وكيقولوا أن المغرب ما كيحسامش حقوق الإنسان المغرب عنده علاقة بالقضية ديال كاتارغيت المغرب عنده علاقة أو متورد في البيغاسوس وهاتش كان من الخارج من فرنسا السلطان الأوروبي أصلا المحامي الفرنسي ديال المملكة المغربية قررت إلى فرنسا قال لهم يجبوا ليغير شي دليل يجبوا ليغير شي حج على المغرب وأن المغرب متورد في هذا القضية أو في هذا البيغاسوس للتجسوس الإسرائيلي 10 procédures pénales en diffamation contre 10 جورnaux et qui ont propagé cette rumeur Le Royaume du Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures Aucune pièce Aucun document Aucune attestation Aucun témoignage Aucune pièce Aucun document Aucune attestation Aucun témoignage Aucun témoignage Aucun témoignage Aucun témoignage Aucun témoignage Et depuis 18 mois nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations بالتالي ما كان حتشي دليل على المملكة المغربية وهدو غبدة سائز فرنسية بالنسبة لي ماكرون اللي خرج على فرنسا وصل فرنسا للهاوية بسياسة الفاشيلة والاقتصاد اليوم ديال فرنسا رهما شليل الهاوية وما تستغربوش إلا قلنا باللي فرنسا رهما ديال المجاعة اضطرابات احتجاجات اليوم كنشوفوا اضطرابات بواحد العدد كبير ديال الناس في وسط باريس لدرجة أن احت الطائرات توقفوا من الرحلات بسبب هاد الاحتجاجات في فرنسا فالدول الأوروبية اليوم تفضحات وش كل اللي فضحها اليوم الحرب الروسية الأوكرانية فضحات الدول الأوروبية اليوم ره الدول ديال الغرب في مواجهة غير بينتهم وكنشوفوا باللي فرنسا في مواجهة مع جورجينا ميلوني اليوم إيطاليا وفرنسا روهم في مواجهة في حرب على الغاز الجزائري وربما غدا يكون حرب من وسط الجزائر اليوم روسيا هي عرفات باللي المستقبل وهي افريقيا لهذا اليوم روسيا طرضت الدولة العامقة من افريقيا وسطوطنات داخل افريقيا اليوم الاقتصاد الروسي ما تقطرش بهذا الحرب للروسيا الاوكرانيا بالعكس الاقتصاد الاوروبي هو اللي تقطر بواحد شكل كبير هذا كنشوفوا الاوروبيين حطين عينهم للمغرب بحكم ان المغرب اليوم غير الشراء كأدياله المغرب اليوم متجهل الصين متجهل الهند متجهل اسرائيل اليوم المغرب كيتبع مصلحته وهو اليوم متجهل للروسيا هناك الاخوان باش نشوفوا الفرق ما بين المملكة المغربية العارقة الامبراطورية المغربية والفرق ما بين دولة الحضيرة او حضيرة الجزائر اليوم امريكا وخاكة تشوف ان المغرب تحالف مع روسيا المغرب عندو مصالح مع روسيا ولكن امريكا ما كتدخلش في الامور ديال المغرب في المقابل شفنا امريكا حضرات الجزائر من التعامل مع روسيا خصوصا في اتفاقية ديال الاسلحة وهذا هو الفرق ما بين الدولة العارقة الدولة المغربية والحضيرة دي الجزائر أما بالنسبة اللي غادي يقول لي كيفاش وما علاقة خفض الأسعار بهذا الاتفاق الروسي المغربي هنا إخواني أخوتي اللي كانت تكلموا على غلاء الأسعار يعني ماشي كانت تكلموا غير على غلاء البترول يعني النفط وأن هذا الغلاء من أكبر الأسباب دياله هو غلاء النفط يعني غلاء ديال المواد الأساسية السبب دياله هو غلاء النفط لأنه رأى أكبر الأسباب ديال غلاء هو غلاء النفط لأنه كتغلت تكلفة ديال النقل فمن طبيعة الحال من اللي كتغلت تكلفة ديال النقل كتغلت تكلفة ديال المادة الغذائية وبالتالي هذه المسألة قد تساهم بشكل كبير في خفض الأسعار بإذن الله عاش جلالة الملك محمد السادس منتصرا على سفاهة الأعداء عاش الشعب ملتفا حول العرش عاش الوطن حر أبيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالح فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو أن نموت ونحن نحاول سننصر الله وينصرنا فلا غالب إلا هو وأمتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا